التليفون ونقولهم إليه نعم مدام صحر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن نسأل قبلت الشيخ؟ اتفضلي مع حضرتك هو أنا مش يعني هو النه ده هتأل فيه مش موضوع الحلقة لا اتفضلي يعني طيب هو أنا الحج جوز يعني بنضحي بأنه يجي عشر أو خماشر ثلاث ربنا يتقبل يا رب تمام ربنا يخليك فالسنة دي مش عايز يضحي وفيقول يعني إيه يساعد الغريمات تمام فأنا عايز أعرف دي أسواب ولا المفروض نعمل يعني إحنا معدناش معدرة أن احنا نعمل داودة تمام يعني عايز يستطر إذا كان ينفع نبطل مثلا السنة دي نبطل براشة ضحية ويساعد الغريمات طيب هو عنده إمكانيات يعمل لتنين لا هي بتقول ما عنده مش الإمكانيات يعملوا لتنين لا نعم تمام حاضر عند حضرتك سؤال تاني يا مدام صحر لا لا قد خيرك كل سنة طيبين وانت بألف خير يا رب طيب هو ما عندهش مقدرة يعمل الحقي حاجة يضحي يساعد الغريمات شوف يا حضرتك هو أحد الصالحين يقول عودني الله عز وجل عادة وعودت عباده عادة عودني الله عز وجل أن يعطيني وعودت عباده أن أعطيهم وأخاف أن أقطع عادتي عن الناس فيقطع الله عز وجل عادته صحيح خلاص يبقى إيه اللي متعود أنه يسبح عليه أنه يسبح عشان خاطر الناس المنتظرين عشان خاطر الناس بعدين يزي سنة مؤكدة خاطر على حياتك فهو يسبح للفقراء ويدبح للمحتاجين ويعطي أيضا الغريمات لكن إذا هو كان متعود كل سنة بيتبح يبقى عليه أن يتبح عايز يتبح السنة دي بس يبقى الفلوس أولى أن تعطى للغريمات هتبقى داند في سبيل الله وحياخد عليها تواب عظيم جدا عند الله ده لو هو مش متعود لو هو مش متعود على السنة لكن بقولك إذا كان قد تعود كل سنة هي بتقول بقى لو عشر سنين خلاص مدامك قد تعود على هذا فعليه أن يتبح طاعة لله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي السيدة فاطمة الزهراء قال لها إيه قال لها قومي إلى أطحيتك فاشهديها ليبقى فإنه بأول قطرة منها يغفر الله عز وجل لك ما سلف من ذنبك عشان كده حتى من السنة إن الواحد يشهد هذه المسألة في ناس خاف وليس مشكلة ليخاف ما يحضرش لكن من السنة أن تشهد هذه المسألة وربنا قال في القرآن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم مدام متجوزك متعاوب من عشر سنين يبقى يتبح وربنا يتقبل منه وحيكرمه الفترة الجاية ويطلع للغريمات إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر